في مجالنا اليوم التطبيع بين المغرب وإسرائيل بدء التنفيذ سلالة كورونا الجديدة تطمينات وتحذيرات رفض ألماني لحضر السلاح على تركيا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجال معكم فيها عصام نجاح وبدايتنا بالعنوية كوشنر يقود وفدا إسرائيليا في أول رحلة طيران بين تل أبيب والرباط للاحتفاء باتفاق التطبيع ذعر عالمي من السلالة الجديدة لوباء كورونا وشركات اللقاح تؤكد إمكانية التعامل مع التحور الجديد للفيروس ألمانيا ترفض طلبا يونانيا بفرض حضر السلاح على تركيا بسبب التوتر شرق المتوسط وتقول إنه غير صائب نستهل مجالنا بملف التطبيع إذ انطلقت من مطار بنجوريون بمدينة تل أبيب أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب وتضم الرحلة وفدا أمريكيا إسرائيليا يتقدمهم مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر واتفق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما بعد وساطة أمريكية بالتزامن مع إعلان واشنطن اعترافها بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية في المقابل رفضت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي تضم مجموعة من الهيئات الإسلامية والقومية واليسارية المغربية رفضت الزيارة مؤكدة أن كل صفقات التطبيع ساقطة بإرادة الشعب المغربي تفاصيل أوف لدى زميل ياسين النهاري تفضل ياسين نعم عصام بداية الطريق لتقريب الشعوب هكذا يرى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل مع أول رحلة جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط على متنها وفد أمريكي وإسرائيلي وهي خطوة تأتي في أعقاب الاتفاق الأخير بين إسرائيل والمغرب الذي لعبت فيه واشنطن دور الوساطة لتصبح المغرب رابع دولة عربية خلال بضعة أشهر فقط تعلن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد كل من الإمارات والبحرين والسودان وفيما بدت مقايضة سياسية حصل المغرب على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ سبعينيات القرن الماضي بقرار للرئيس الأمريكي دوران ترامب خالف به عقودا من السياسة الأمريكية تجاه هذه القضية رحلة شركة طيران العال الإسرائيلية التي وصفها حساب إسرائيل بالعربية على تويتر بالرحلة التاريخية تعد أول رحلة مباشرة تربط تل أبيب بالعاصمة المغربية الرباط وضمت وفدا أمريكيا وإسرائيليا يتقدمهم مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جريد كوشنر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات الذي يلتقي خلال هذه الزيارة العاهلة المغربي محمد السادس تمهيدا لسلام دافع حسب وصف كوشنر لدينا العديد من الاتفاقيات التي نتطلع إلى إبرامها بين الطرفين ونأمل أن يمهد ذلك الطريق لسلام دافع آخر بين إسرائيل والمغرب ويبدأ الشعبان المغربي والإسرائيلي في التعرف على بعضهما بعضا وخوض هذه التجربة معا الأمم المتحدة من جانبها أحاطت مجلس الأمن بمستجدات قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب عليها بالتزامن مع تطبيع المغرب مع إسرائيل إذ أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك ألا تغييرات إجرائية كبيرة من جانب المنظمة تجاه القضية وأن موقفها المؤيد لإيجاد حل من خلال الحوار لم يتغير أكان تطبيعا أم استئنافا للعلاقات المغربية الإسرائيلية حسب ما تؤكد الرباط الأمر سيان بلد عربي آخر يمضي في ركب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعطش لأي إنجاز يختم به فترة حكم عاصفة وملئة بالتناقضات إليك عيسام شكرا جزيلا لك ياسين ونرحب بضيفنا من رمالة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ساري عرابي أستاذ ساري مرحبا بك بداية المغرب حاولت تنصل من كلمة تطبيع بالحديث عن أنها عودة لعمل مكتب الاتصال مع إسرائيل هو تطبيع أو عودة علاقات على مستوى معين ما الذي تفهمه من هذا؟ لا هو بالتأكيد تطبيع وحتى لو كان استئناف لعلاقات سابقة كانت موجودة منذ أواصل تسعينيات القرن الماضي حتى تلك العلاقات هي أيضا علاقات تطبيعية وهذا بغض النظر عما يقال من علاقات تاريخية بين المغرب وما بين الكيان الإسرائيلي منذ ستينيات أو منذ سبعينيات القرن الماضي هذا أولا ثانيا أيضا يأتي هذا التطبيع في سياق موجة تطبيع عربية تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة ويراد أيضا من التطبيع العربي أن يتحول جسرا ليمتد إلى دول إسلامية كما ظهر مؤخرا من ضغوط إماراتية على دولة الباكستان وكان هناك حديث اليوم عن عروض أمريكية على إندونيسيا مليار دولار مقابل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وبالتالي التطبيع المغربي يأتي في سياق هذه الموجة من التطبيع وحتى دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بعيدة عن هذه الموجة بدليل أنها فتحت كنصلية لها في الصحراء الغربية قبيل هذا التطبيع مما يعني أنه كان هناك مخطط وهناك تربيطات وهناك علاقات واتصالات لدى مجموعة من الكوى الإقليمية والدولية من أجل تكريس حالة التطبيع القائمة الآن بين عدد من الدول العربية وبين إسرائيل ولا شك أن ترامب هو عراب هذا التطبيع الأخير في سياق خطته من أجل تثبيت الوجود الإسرائيلي في المنطقة على حساب الحقوق الفلسطينية لأن جوهر خطة ترامب هو فصل مصاري التطبيع والعلاقات العربية مع إسرائيل عن حقوق الشعب الفلسطيني بمعنى جوهر الخطة هو كشف ظهر الفلسطينيين وترك الفلسطينيين وحدهم لمواجهة استفراد الإسرائيليين بهم ولمواجهة تكريس الوقائع والسياسات الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة يمكن أن نضيف إلى ذلك هذه المسارعة في الحقيقة في الاتصال وفي إقامة العلاقات والتخطيط لعقد الاتفاقيات بين البلدين كما ظهر اليوم في الطائرة التي أقلت كوشنير وأقلت مئير شباط رئيس مجلس الأمن القوم الإسرائيلي من تل أبيب إلى المملكة المغربية أستاذ ساري هل يختلف تطبيع المغرب مع إسرائيل عن تطبيع الدول التي سبقته سواء كانت الإمارات أو البحرين أو حتى السودان هو من حيث المبدأ لا ينبغي أن نفرق بين تطبيع وتطبيع لأن القضية الفلسطينية هي قضية شديدة وضوح العدالة نعم أما من حيث الأثر طبعا يصعب حتى الآن أن أتحدث عن التطبيع المغربي من حيث الأثر لأن الأيام هي التي ستكشف إن كان التطبيع المغربي يختلف من حيث الدرجة عن التطبيع الإماراتي أم لا لأن تطبيع دولة الإمارات على وجه الخصوص ثم البحرين بالدرجة الثانية مع الكيان الإسرائيلي هو تطبيع أصلا غير مسبوك لأن مصر وقعت اتفاقية سلام أواخر سبعينيات القرن الماضي الأردن وقعت اتفاقية سلام تسعينيات القرن الماضي لكن لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي كانت تلك الخفة في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وذلك الاندلاك الذي بلغ مع حالة الإمارات درجات عليا من التحالف الأمني والعسكري والسياسي نحن الآن نتحدث عن تخندق في الصف الصهيوني من طرف الإمارات وبالتالي أصلا الدول التي سبكت الإمارات على اتفاقيات تطبيع لم تصل إلى هذه الدرجة وربما يصعب أن تصل أي دولة عربية إلى الدرجة التي وصلتها الإمارات يعني الخيال العربي الخيال الفلسطيني أي خيال في العالم لم يكن يتوقع بطبيعة الحال أن تصل علاقات دولة عربية مع الكيان الإسرائيلي إلى هذا الحد من التحالف إلى حد إقامة الاحتفالات عند حائط البراك عند المسجد الأقصى إلى حد تبني السردية الصهيونية إلى حد نشر صورة الهيكل الصهيوني مكان المسجد الأقصى في دعايات الطيران الإماراتي إلى حد نسبة التراث والفلكلور الفلسطيني للكيان الإسرائيلي الحقيقة أمر غير معقول وأمر غير متصور أضف إلى ذلك أن تمارس الإمارات هذا الدور على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي في محاولة تسويق التطبيع وابتزاز الدول العربية والإسلامية والضغط عليها من أجل إقامة علاقات تطبيعية مع إسرائيل لا أظن أن دولة عربية ستسبق الإمارات أو ستصل إلى هذا المستوى الملاحظ والذي لا تخطئه عين أن إدارة ترامب استطاعت أن تدخل لكل دولة من هذه الدول والحديث هنا ليس عن الإمارات والبحرين بطبيعة الحالة. أتحدث عن السودان وعن المغرب من نقطة الضعف التي استطاعت من خلالها الضغط على البلدين السودان رفع اسمه من قوام الإرهاب والآن قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب. باقي الدول العربية. الكل لديه نقطة ضعف هل سينتشر التطبيع بهذا الشكل إذا ما ضغطت على دول أخرى؟ بالتأكيد أولا ثمت إشكالية كل الدول العربية بالاستثناء. الأنظمة الحاكمة تفتقد لمشروعية شعبية حقيقية. الدول العربية عموما. ولسيما طبعا إذا كنا نتحدث عن منطقة الخليج باعتبارها هي التي تقود قاطرة التطبيع في الآون الأخيرة. كانت تستند تاريخيا إلى حماية غربية. بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة تالية. أضف إلى ذلك بالإضافة إلى افتقاد الشرعية الشعبية. الدولة العربية الوطنية الحديثة. هي في الحقيقة فشلت في كل وعودها. يعني سواء كانت دولة كومية في مراحل ماضية فشلت أن تقودها مشروعا كوميا عربيا وتحولت إلى دول ديكتاتورية استبدادية. تضطهد شعوبها باسم فلسطيني الأمر الذي أساء للقضية الفلسطينية. أو إذا كانت دولا وطنية لبرالية ترفع شعار البلد الفلاني. أولا أيضا فشلت في كل وعودها على مستوى المشاركة الشعبية. على مستوى التنمية الاقتصادية. يمكن أن نضيف إلى ذلك افتقاد العرب إلى مظلة جامعة تنظم خلافاتهم وتدير مصالحهم فيما بينهم. فتح المجال في الحقيقة للنفوذ الإسرائيلي لاستغلال الخلافات البينية العربية. حصار قطر مثلا فتح مجالا هائلا لإسرائيل. كي تمارس دورا من الابتزاز من خلال نفوذها في الولايات المتحدة لهذا الطرف أو لصالح ذلك الطرف. الخلاف المغربي الجزائري. إزاء الصحراء الغربية منذ سنوات طويلة في الحقيقة فتح هذه النافذة أو هذه الثغرة لإسرائيل من أجل استغلالها. وبالتالي أصبحت فلسطين. هي ثمن يدفع مقابل التدخل الإسرائيلي لحسم الخلافات العربية البينية. هناك دول مثل السودان كانت على لائحة الإرهاب. عليها حصار. عليها حضر. هناك دول قد تتعرض لحصار أو تتعرض لإشكالية أو تتعرض لمؤامرة في أي وقت من الأوقات. وبالتالي النقاط الضعف عند الدول العربية هي نقاط ضعف كثيرة. كان بالإمكان إغلاق هذه الأبواب أمام الابتزاز والضغط الأمريكي. وأمام التدخل الصهيوني لو كان ثمت شرعية لهذه الأنظمة بشكل أفضل. ولو كانت العلاقات العربية البينية تدار ضمن إطار معقول أفضل مما هو عليه الحال الجامعة العربية في هذه الآونة. التي ليست أكثر من مجرد فرع صغير في الخارجية المصرية. أشكرك جزيلا من رمالة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ساري عرابي. تستمر عمليات وقف الطيران بين المملكة المتحدة وعدة الدول حول العالم. بعد تأكيد انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في أنحاء واسعة من جنوب شرق البلاد. وأتت المخاوف الدولية من هذه السلالة في وقت أكدت فيه منظمة الصحة العالمية قدرة هذا الفيروس على الانتشار أسرع من سابقه. فوضى على الحدود البريطانية مع فرنسا. بعدما قررت باريس وقف حركة النقل البري بين البلدين بسبب التفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا. قرار أدى لتقطع السبل بمئات الشاحنات على حدود بريطانيا وداخلها. فيما قالت السلطات أن الخطوط خارج من إيدوفر على القناة الإنجليزية تقلصت بنحو الثلثين. لم تكن فرنسا وحدها من قطعت صلاتها ببريطانيا. فقد أعلنت أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم وقف الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها. قيود العزل الدولية لحقتها دعوات داخلية من المستشارين العلميين للحكومة البريطانية بتشديد القيود المحلية خلال الأسابيع المقبلة. بعد أعلان وزير الصحة مات هانكوك أن السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة. وتأكيد علماء من جامعة إمبريال كوليج لندن أن لدى السلالة الجديدة ميلاً أعلى لإصابة الأطفال. تتغير الفيروسات بمرور الوقت وهذا أمر طبيعي ومتوقع. يجب وقف انتقال جميع فيروسات سارس كوفيد بأسرع ما يمكن. كلما سمحنا لها بالانتشار زادت فرصتها للتطور. علماء من المجموعة الاستشارية البريطانية التي تعنى بالتهديدات الفيروسية أشارت إلى أن السلالة الجديدة أصبحت السائدة في جنوب بريطانيا. وأنها قد تنتشر أيضاً بسرعة فائقة في أرجاء البلاد. وينضم إلينا عبر اسكايب من لندن الدكتور عبد الكريم قزيز الاختصاصي في علم الوبائيات والمحاضر والباحث المشارك في جامعة الملك في لندن. الدكتور عبد الكريم مرحباً بك. بداية حالة الظعر التي انتشرت الآن بسبب السلالة الجديدة لكورونا والتي ظهرت في بريطانيا. هل هي مبررة برأيك أو غير ذلك؟ أسحب الله مساءكم جميعاً. يعني في الحقيقة لم تكن تهنى بريطانيا في الأخبار الإيجابية ناتجة عن ترخيص اللقاحات الجديدة. لقاح فايزر وإليه الآن لقاح أكسفورد حلال أيام قادمة حتى سمعنا بهذه السلالة الجديدة. في الحقيقة في البداية كان الظعر مصدره الأساسي هو سرعة انتشار هذه السلالة. وكانت الحكومة البريطانية تخوفت من أعياد الميلاد ومن الاختلاط الاجتماعي والذي يحدث عادة في أعياد الميلاد. ولذلك رفعت مستوى الجاهزية وأصدرت حزمة قرارات صارمة جداً. قد تكون هي الأسرم منذ بداية هذه الجائحة. ولكن يعني علمياً هل هذا الخوف مبرر؟ قي نقيم خطورة هذه السلالة نقيم ثلاثة أمور. المسألة الأولى هي قدرتها على الانتشار وإحداث العدوى. فعلاً هذه السلالة تبدو لنا أنها أسرع انتشاراً من السلالة الأخرى. وبالتالي هنا نعم قد يكون هناك تبرير لزرعات. الأمر الثاني هو قدرة هذه السلالة على إحداث مرض أشد. وهو أمر غير وارد. لحد هذه اللحظة نحن نعلم أن هذه السلالة الجديدة تسبب نفس الأعراض ونفس المرض دون زيادة شدة مرض. الأمر الثالث هو فعالية العلاجات واللقاحات. وفعلاً هذه السلالة هي نفس السلالة الماضية أو السلالات الماضية من ناحية فعالية اللقاحات عليها. وهنا سؤال عن شركات الأدوية المنتجة للقاحة الآن. والتي تقول بأن لقاحاتها تستطيع التعامل مع هذا التحور في فيروس كورونا. إلى أي مدى هي محقة في ذلك؟ نعم حتى نجاوب على ذلك كي نفهم ماذا حدث في هذه السلالة الجديدة. الفيروس يتألف من 30 ألف قطعة ويراثية أو ناكليوتيل. في الطفرة الجديدة في السلالة الجديدة هناك 17 قطعة من أصل 30 ألف تحدث فيها طفرات أي تغيرات. ولكن المشكلة أن بعض هذه القطع هي المسؤولة عن إنتاج البروتين الفيروسي الذي تستهدفه اللقاحات. وبالتالي في البداية كانت هناك مخاوف. ولكن اللقاحات هي تستهدف العديد من القطع الوراثية لهذا الفيروس. وبالتالي مخبريا خلال الأيام الماضية تم إثبات فعالية هذه اللقاحات على السلالة الجديدة. وزد على ذلك أيضا أن التقنيات المتبعة في هذه السلالة الجديدة وحسب التصريح أيضا نشرته شركة بيو انتيك الألمانية. أن التقنيات المستخدمة من السهل تعديلها بمجرد أن يتوافر لدينا التسلسل الوراثي الجديد. والذي هو الآن متوافر. وبالتالي حتى لو ظهرت سلالات جديدة في المستقبل لم تكن اللقاحات فعالة عليها. فهناك إمكانية من تعديل اللقاحات لإنتاج لقاحات فعالة ضد السلالة الجديدة. ولكن احتمال ظهور سلالة جديدة إن شاء الله هو ضعيف نسبة لقلة معدل حدوث طفرات في هذا الفيروس. هنا دكتور عبد الكريم الحديث عن الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وإلى ما دون ذلك من إجراءات متخذة منذ ما يقرب من عام الآن. هي لم تحل دون ظهور هذه السلالة الجديدة. لم تحل دون انتشارها. هل يعني ذلك أن هناك ربما خلل في هذه الإجراءات؟. في الحقيقة يعني هناك عدة أمور تتعلق بظهور هذه السلالة. يعني بغض النظر عن اتباع التزام الناس بهذه الإجراءات. فإن حدوث الطفرات هو أمر طبيعي. كل الفيروسات على وجه المعمورة تتعرض لطفرات بشكل طبيعي. وبالعكس. يعني هذا الفيروس قد تعرض لطفرات أقل من فيروسات أخرى مثل انفلونزا. ولكن يعني ربطا على موضوع الالتزام بالقواعد التباعد المجتمع وغيره. فأنا أعتقد أن ظهور هذه السلالة في جنوب شرق إنجلترا كان يعني مرافق أو تضخم هذه السلالة وانتشارها كان مرافق لرفع الحظر الذي كان ساريا في بريطانيا حتى اثنين من الشهر الحالي. الثاني من الشهر الحالي. وأيضا انتشار في مدن مزدحمة. وخاصة أن الناس كانت تحضر لعياد الميلاد. فقد يكون هذا العامل قد لعب دورا في يعني إعطاء المساحة والتربة الخصبة لهذه السلالة للانتشار. هل يعني ذلك دكتور أن سياسات الإغلاق قد تمتد معنا على مدار العام القادم 2021؟ للأفف قد تكون هذه الأخبار غير السارة. النعم أن هذه الإجراءات سوف تمتد معنا إلى العام المقبل. ريثما نتأكد أن نسبة كبيرة من الناس قد تم تلقي حهم من اللقاحات الجديدة. وأن هذه اللقاحات فعالة ضد السلالات المختلفة التي قد تظهر من الفيروس. ولذلك هذه القواعد التباعد المجتمعي. لبس الكمامة. غسل اليدين. والبقاء في المنزل إن أمكن. هذه القواعد هي التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار السلالات السابقة من هذا الفيروس. ولابد من الالتزام بها في العام القادم حتى نوفر حماية لأكبر عدد من الناس عبر اللقاحات. أشكرك جزيلا من لندن دكتور عبد الكريم قزيز. الاختصاصي في علم الوبائيات والمحاضر والباحث المشارك في جامعة الملك في لندن. اعتبر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس أن طلب اليونان فرض حظر أسلحة على تركيا على خلفية التوتر بشرق المتوسط غير صائب من الناحية الاستراتيجية. وأضف ماس أن تركيا الشريكة في النيتو اشترت منظومة الصواريخ من روسيا عندما لم تستطع الحصول عليها من الولايات المتحدة. مشددا على أنه لم يفقد الأمل في حل الأزمة بشرق المتوسط عبر السبل الدبلوماسية. من جانبه قال وزير الدفاع التركي غلوسي أكار إن اليونان تواصل تحريف الحقائق وتماطل في بدء محادثات جادة لحل الخلافات القائمة بين الجانبين. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره منورات مخلب النمر 2020 التي تقوم بها القوات التركية في ولاية مولا جنوب غرب البلاد. اليونان أعلنت ستة وأربعين اختار نافتيكس واثنين وعشرين ساحة تدريب خلال آخر ثلاثة أشهر في بحر إيغا والمتوسط. لكنها لم تستخدم سوى إعلانين على أرض الواقع. هذه إجراءات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار. فيما يخص المفاوضات. فالجارة اليونان بطيئة جدا في هذه القضية ومترددة. لكنها من ناحية أخرى تطلق جميع أنواع الادعاءات والمطالب الكاذبة. وتستمر في تشويه الحقائق. هذا واسعت أثنى خلال الفترة الأخيرة لمحاولة فرض عقوبات على أنقرة على خلفية التوتر بشرق المتوسط. فيما تواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب اليوناني من جزيرة قبرص وبعض من بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية. كما تتجاهل أثنى التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجا. وإيجاد حلول عادلة للمشاكل. فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازمة حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية. وتنضم إلينا من لفكوشا عبر اسكايب عضو هيئة التدريس في جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية بقبرص والباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة إميتا جزالي. دكتورة إميتا مرحبا بك. بداية لماذا تسعى اليونان إلى التصعيد مع تركيا بهذا الشكل؟ رافضة ومتجاهلة كل دعوات الحوار من جانب تركيا؟ في الحقيقة إن اليونان دائما تسعى إلى خلق الفوضى والمامعة في هذه المنطقة. واعتقد بأن اليونان الآن أصبحت عديمة الحركة أمام جميع الخيارات التي تقدمها تركيا من أجل جلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل والعراقيل الموجودة في المنطقة. لكن تركيا على العكس تماما تستند إلى هذه القوانين والأعراف الدولية. على عكس اليونان التي تصر على القيام بهذه الاستفزازات. لا ربما تجد حججا لهذه الاستفزازات والإجراءات التي لا تستند إلى القوانين والأعراف. ولا تريد ولا تريد الرجوع والتنازل عن مواقفها مع بعض الدول التي تقوم بتقديم الدعم لها في الاتحاد الأوروبي. إن الموقف الواضح والشفاف للجمهورية التركية أكدها مرارا وتكرارا. الرئيس أردوان بأننا جاهزون ومستعدون من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وحل جميع المشاكل مستندين إلى القوانين والأعراف الدولية. ولكن الموقف اليوناني واضح في هذا المجال. والاتحاد الأوروبي يسعى بممارسة ضغوطات من قبل بعض الدول في مقدمتها اليونان وفرنسا. وهذه المواقف الاستفزازية لهتين الدولتين تحاولان ممارسة ضغوطات على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا. والتي لا تؤيدها بعض الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي. نظرا لثقة لأوروبا ووجودها الإقليم كدولة كبيرة في هذا الإقليم. وإتباعها للدبلوماسية الواضحة في هذا المجال. وهنا دكتورة السؤال عن المواقف الواضحة الآن للدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي. هل تعتقدين بأن الموقف الألماني يمكن أن يوازن هذه الضغوط الفرنسية ضد تركيا؟ بداية أقول بأن مدامت الجمهورية التركية قوية وأصرت على هذه المواقف. لا ربما تكون هناك مواقف صاعدة ونازلة أو منحن بياني بين الانخفاض والارتفاع للمواقف ووجهات النظر الموجودة للدول الأوروبية. لكن أقول بأن هذه الدول تعلم جيدا قوة تركيا. على الرغم من قوتها أيضا دائما تنادي تركيا وتكرر مرارا وتكرارا للجلس إلى طاولة المفاوضات وعدم الهروب وإيجاد حلول جذرية عبلة دبلوماسية الموجودة داخل هذه الدول. وأثبتت لجميع الدول. هذا علاوة على أن حلف الشمال الأطلسي النيتو والاتحاد الأوروبي يعرفان جيدا قوة تركيا وعزيمتها أيضا على الإصرار على هذه المواقف. ولكن أن هذه الحملات أيضا تعلموا الاتحاد الأوروبي بأنها ستبوء بالفشل. لأن تركيا دائما أكدت على هذه المواقف. هذا بالإضافة بأن اليونان أيضا تعاني من مشاكل داخلية. وهذه الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي تقدم الدعم لليونان تعمل بأنها ستفشل سترجر أذيال الأهزيمة. هل هذا يعني أن يمكن توقع أن يكون الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما وسيطا نزيها ما بين تركيا واليونان؟ أقول بأن الاتحاد الأوروبي الآن لا ينظر إلى الحل العادل. لأنكم كما تعلمون هذه المشكلة بين دولتين جارتين. هي جمهورية تركيا واليونان. لذلك أعتقد بأن يجب على اليونان أن تعلم بأن هذه الحدود والشرق البحر الأبيض المتوسط هي مناطق إقليمية. ولتركيا ولشمال قبرص التركية الحق الطبيعي في البحث والتنقيب والدفاع عن مصالحها في هذا المجال. وإن الجمهورية التركية تمتلك الحق الكامل. وسجلت جميع هذه الإجراءات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لذلك أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي لا يعنيه حل المشكلة. بل ويجب عليه ممارسة ضغوطات على اليونان للجلوس مع تركيا إلى طاولة المفاوضات. وحل هذه المشاكل والعراقيل. ولكن أن هذه الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي تعلم جيدا بأن تركيا قوية. وتمتلك أدلة قوية. ويجب على اليونان أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. لأنها غير محقة. ومنذ البداية إلى الآن لا تتبع سوى الاستفزازات وزيادة المعمعة والفوضى. وممارسة الضغوطات. لأنها تحلم بأن ممارسة هذه الضغوطات ستؤدي إلى حل هذه المشاكل. وبالتالي مصالح اليونان هي ستكون مفضلة. أطروحة تركيا واضحة وصريحة إلى ممارسة الدبلوماسية واتباعها لحل هذه المشاكل. شكرا جزيلا لك من لفكوشا عبر سكايب. عضو هيئة تدريس في جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية بقبرص. والباحثة في العلاقات الدولية. دكتورة إمتا جوزي جوزي. مجالنا متواصل المشاهدين. لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. إن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر لانتخابات الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا المقررة في الخامس من يناير المقبل. وذكرت أن الأرقام تعطي أفضلية للديمقراطيين في التصويت المبكر. لكن الصحيفة أشارت في المقابل إلى أن الجمهوريين يقلصون الفجوة مع احتدام المعركة الانتخابية على المقعدين الذين قد يقلبان الموازين ويحددان مصير إدارة بايدن وقدرتها على تنفيذ وعودها للعامين المقبلين. بعد أطي صفحة رياسية الأمريكية بتثبيت المجمع الانتخابي فوز جو بايدن تتجه الأنظار إلى انتخابات الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا والتي قد تتيح للجمهوريين الاحتفاظ بسيطرتهم على المجلس أو تمكن الديمقراطيين من قلب الطاولة. أكثر من مليون وثلاثمائة ناخب في ولاية جورجيا أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ المقرر في الخامس من يناير المقبل. ويتقدم الجمهوريون على الديمقراطيين بفارق مقعدين وفق المعطيات الحالية في مجلس الشيوخ. لكن فوز الديمقراطيين بمقعدين إضافيين سيمكنهم من معادلة الجمهوريين بخمسين عضوا في المجلس للجانبين. وسيكون حينها لنائبة الرئيس المنتخب كاميلا هاريس القول الفصل في المجلس. أما في حال فاز الجمهوريون فإن السيطرة على مجلس الشيوخ ستمكنهم من تعطيل مشاريع قوانين جو بايدن. كما سيتمكنون وفق خبراء من تعطيل المرسيم الرئاسية في المحكمة العليا. حيث الأغلبية من المحافظين القريبين في آرائهم من الجمهوريين. مما قد يحد من قدرة بايدن على متابعة سياسته الداخلية والخارجية. انتخابات تكتسب أهمية استثنائية لكل من الجمهوريين والديمقراطيين. حيث يطمح الديمقراطيون للفوز بالمقعدين ما يتيح لهم نصف مقعد المجلس على أن يكون صوت نائب الرئيس هو المرجح لكفاتهم. وبذلك يسيطرون على الشيوخ والاستحواذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية. فيما يعتبر الجمهوريون الفوز في جورجيا بمثابة أمل بعد خسارتهم مجلس النواب والرئاسة. وينضم إلينا عبر سكاي من واشنطن الأستاذة روان الرجولة الباحثة في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط. أستاذة روان مرحبا بك. بداية ما هي أهمية تلك الانتخابات؟ أهلا وسهلا بك. في ضوء هذا الفارق الضئيل ما بين الديمقراطيين والجمهوريين على المقعدين في جورجيا. نعم أهمية هذه الانتخابات هي بأهمية الانتخابات الرئاسية. لأن هذين المقعدين سوف يحددان من هو سيكون الأغلبية له في مجلس الشيوخ. نحن نعلم أن المجلس النواب له أغلبية قليلة جدا وهي بقيادة نانسي فلوسي والحزب الديمقراطي. ولكن على مجلس الشيوخ الآن الاحتدام. لأنه قد نرى مجلس الشيوخ ومجلس النواب والبيت الأبيض كله الديمقراطي. أو أنه قد يصبح ذو أغلبية بسيطة جمهورية. وبالتالي القوانين والأنشطة وكل المراسم التي يريد أن يقوم بها الرئيس بايدن قضية عرقلتها. أو بداية عرقلت حتى تعيين وتنصيب مسؤولين في إدارته. بالنسبة للتصويت الآن والتي تحدثت واشنطن بوست عن أنها مرتفعة. إلى الآن هي تصبح في صالح الديمقراطيين. ولو بفرق ضائل. هل تتوقعين أن يستمر الحال بهذا الشكل؟ نعم. ولكن نحن الآن نرى أن هناك التصويت المبدئي. التصويت المبكر والشخصي. لا يوجد هناك العديد من التصويت عبر البريد أو عبر البريد أو عبر البطاقات الغائبة. نعم هذا الموضوع جدا يذكرنا بالانتخابات وكيف كانت. ولكن الجمهوريون غالبا يذهبون للتصويت في يوم الانتخاب وهو الخامس من جانواري. مزاج الناخب الأمريكي الآن وبعد ظهور أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب. إلى أين سيتجه برأيك؟ إلى تعزيز أغلبية الديمقراطيين أيضا في مجلس الشيوخ. أو على العكس من ذلك يمكن أن يمنح الجمهوريين عصا. يمكن أن تضاع في دوليب الرئيس في أي مرحلة؟ نعم. مزاج الناخب الأمريكي الآن بصراحة منقسم. هناك استقطاب عالي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. فمثلا في حملات الانتخابية لكل من الطرفين. نحن نعلم أن الرئيس ترامب ذهب إلى جورجيا. وأيضا نعلم أن كاميلا هارس الآن هي في جورجيا للترويج. ولحضور مجالة الانتخابية. وأيضا إيفانكا ترامب. يعني ليس فقط الحديث عن أهمية هذا السباق. بقدر ما هو الحديث أيضا عن صرقة الانتخابات. من قبل الجمهوريين. نتحدثون عن أنه تم صرقة الانتخابات. وأنهم يريدون من كلا المرشاحين. سيناتر فردو وكيلر سوء. لأجل أن تقوم بدعم الرئيس في 6 جانواري. لأنه في 6 جانواري هو يوم تصديق والمصادقة على أصوات مجمع الانتخابي. وهناك حديث. هو غالبا قد لا يحصل. ولكن الحديث عن أنه قد لا يقوم مجلس الشيوخ بتصديق هذه الأصوات. لأنه سوف يتم تحديها ويسمى الاعتراض عن عليها. وبالتالي سوف تذهب إلى مجلس النواب. هناك سيناريو آخر يعتمد على من هي الأغلبية في مجلس الشيوخ. وكيف سوف يكون له تبعات على الأقل في 6 جانواري. أستاذ روان فكرة سرقة الانتخابات التي يروج لها الرئيس دونالد ترامب وبعض الشخصيات الجمهورية. إلى أي مدى تجد رواجا في شريحة واسعة من الناخبين الأمريكيين؟ هي تجد رواجا لمن يروجها ومن يستمع إليها. ولكن لا يمكن الإنكار أنه هناك 73 مليون صوتوا للرئيس ترامب. يشعرون أنهم تمت سرقة هذه الانتخابات من خلال. كما يقولون ويدعون أنه تم توصيف لعد الأصوات. ثم جاء البريد عبر الأصوات عبر البريد. وهي عادة تأتي بنوع من المخالفات. ويكون هناك مخالفات. هل هناك صرقة؟ لا ننسى أنه عند نجاح السيد الرئيس ترامب بالانتخابات. كانوا قد ادعى الحزب الديمقراطي أن روسيا هي من ساعدته في الانتخابات. وكان هناك تحكيق. وذهبنا إلى الامبيتشمنت أو نزع السلطة عنه. خلال أربع سنوات كان الحزب الديمقراطي ابتدأ بهذه الرسائل. لأنه هو رئيس غير صحيح. لأنه تم سرقة الانتخابات منهم. فما نراه الآن هو استمرار. لذلك ولكن على الطرف الجمهوري. وهذا سيزيد من الانقسام. وهذا الانقسام واضح في مجلس النواب وفي مجلس شيوخ. الفارق جدا بسيط في المقاعد. أخيرا أستاذ روان وفي عجالة كونغرس من لون واحد. موافق لحزب الرئيس. أفضل للولايات المتحدة الأمريكية. من خلال الخبرات السابقة. أو أن يكون من لونين مختلفين. كان هناك كونغرس من لون واحد على أيام كلينتون. ولكن ماذا حدث بعد كلينتون؟ هناك مما لا شك فيه. أنه سوف يكون هناك شريحة كبيرة. أو ذات حجم معين. سوف أشعر أنها مغبونة. وهذا ما شهدناه خلال العشرين الأعوام الماضية. يجب على الكونغرس حتى لو من لون واحد. أن لا يحاول أن يجعل أمريكا فقط حسب مبادئه. ويجب أن يعمل مع الطرف الآخر. لأنها لن يبقى الكونغرس دولون واحد. وهذا ما شهدناه خلال العشرين العام الماضية بعد الكونغرس دولون واحد من أيام كلينتون. شكرا جزيلا لك عبر اسكايب من واشنطن. أستاذ روان أرجولة الباحثة في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط. شكرا لك. أعلن القضاء الأمريكي توجيه الاتهام إلى المدعو أبو عقيلة محمد مسعود. العنصر السابق في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في حادثة لو كاربي في ديسمبر عام 1988 في اسكتلندا. ويأتي هذا الاتهام في الذكرى الثانية والثلاثين لهذا الحادث المأسوي. التقرير التالي يذكرنا بأبرز محطات هذه القضية. في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1988 انفجرت طائرة الركاب الأمريكية بان ام فوق بلدة لو كاربي الأوسكتلندية. بعد إقرعها من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن إلى مطار كينيدي في نيويورك. قتل في الحادث مائتان وتسعة وخمسون شخصا أغلبهم أمريكيون. وتسبب سقوط الطائرة باحتراق واحد وعشرين منزلا في لو كاربي ومقتل أحد عشر شخصا بالبلدة ما رفع قتل الحادث إلى مائتين وسبعين. التحقيقات وجهت أصابع الاتهام إلى عدة دول منها سوريا وإيران وإلى منظمة فلسطينية. وفي آخر المطاف اتهمت واشنطن اثنين من مسؤول الحكومة الليبية. هما الأمين خليفة فهيمة وعبد الباسط المجرحي. وطلبت بتسليمهما للمحاكمة خارج ليبيا بعد قرار قضائي نسكتلندي. رفض العقيد الليبي معمر قذافي بشدة تسليم المشتبه فيهما. واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطئ من أجل تقويد ما أسماه بالثورة الليبية العالمية. وفي يناير ومارس عام 1992 أصدر مجلس الأمن قرارين مطالبا للسلطات الليبية. باعتقال الشخصين المذكورين وتسليمهما للمحاكمة في اسكتلندا. وتحمل المسؤولية عن حادثة لو كاربي. ودفع تعوضات لأهالي الضحايا. والتعاون في التحقيقات والمساعدة في مكافحة الإرهاب. وهدد مجلس الأمن الدولي طرابلس بفرض حظر جوي عليها في حال عدم امتثالها لمطالب الأمم المتحدة. بينما أصرت ليبيا ممثلة في الشخص القذافي على أن المسألة سياسية وأن المستهدفة هو النظام ورموزه. فرضت الدول الغربية حصارا اقتصاديا وسياسيا خانقا على ليبيا. تضمن حظر الطيران منها وإليها ومنعها من استيراد قطع غيار الطائرات. ما أدى إلى عزلتها عن أغلب دول العالم. وفي عام 1998. وافقت ترابلس على تسليم مواطنيها في حيمة والمغرح. بوساطة من السعودية وجنوب إفريقيا. مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا بما فيها الحظر الجوي. في أبريل عام 1999 بدأت محاكمة فحيمة والمغرح في معسكر كامبزيست قرب مدينة أتريخت الهولندية. وفي تلك الأيام أصدر مجلس الأمن الدولي قراره بتعليق العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. في نهاية يناير عام 2001 صدر الحكم النهائي في القضية بتبرئة فحيمة. فأفرج عنه وبالسجن المؤبد للمغرحي. ثم ثبتت المحكمة للسناف في مارس 2002 الحكم الصادر. في أغسطس عام 2003 أعلنت ترابلس مسؤوليتها عن حديثة لو كيربي. وقبول دفع التعويض لضحاياها. وسلمت رسالة رسميا بهذا الاعتراف إلى مجلس الأمن الدولي. وفي أغسطس عام 2009 أفرجت السلطات الأسكتلندية لأسباب صحية. عن عبدالباسط المغرحي. وسمحت له بالعودة إلى بلاده. حيث استقبل كالأبطال قبل موته بثلاث سنوات. وإلى المجال الرقمي. وآخر ما تدوله رواد المنصات لهذا اليوم. مع زميل رشا الحلبي. تفضلي رشا. شكرا لك عسام. أهلا بكم. في السودان تحديات الفترة الانتقالية التي تواجهها الحكومة. منها ما أفضل إنجازات. ومنها ما ينتظر حلونا. البداية من توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق نهائي. يعيد الحصانة السيادية للسودان. التي أسقطت عنه في عام 1993. إثر إدراجه في القائمة الأمريكية للدول الرعية للإرهاب. وتم تمرير التشريع ضمن مشوع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي. الذي صوت عليه المجلسان في وقت متأخر من مساء الثنين. لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحد عشر من سبتمبر. أو ذووهم من مشروع الحصانة. وبمجرد توقيع ترامب على مشروع القانون. يصبح ساريا المفعول. وسيفرج عن أموال التعويضات التي تعاهد بها السودان. لضحايا تفجيرات السفرتين الأمريكاتين. في كينيا وتنزانيا عام 98. وهجوم عام 2000 التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريبا. ردود فعل رسمية أمريكية وسودانية كانت حاضرة. السناتور كريس كونز الذي صاغت شيع السلام القانوني السوداني. غرد قائلا إنه سيوفر قدرا ضئيلا من العدالة لعائلات ضحايا تفجيرات عام 98. ويمنح السلام القانوني للسودان. مضيفا في تغريدة ثانية أنه يقدر التزام زملائه من الحزبين للتواصل لهذا التشريع التاريخي. مؤكدا أنها خطوة حاسمة وتحول في العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان الجديد. أما كبير مستشاري المجلس الأطلسي كاميرون هوتسون. فغرد مشيدا لأنه بهذه الصفقة تصبح الولايات المتحدة شركا ماليا وسياسيا في نجاح السودان. وزارة العدل السودانية أكدت أن سودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأمريكية. ودفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث الحد عشر من سبتمبر. وبرأته من هذه الاتهامات. ووزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين. أبدى تفاؤله بإجازة التشريع معتبرا أنها خطوة أخرى في طريق العودة للمجتمع الدولي. وعبر هاشتاج السودان الحصانة السيادية غرد السودانيون. تاج السر عثمان غرد مباركا هذه الخطوة مؤكدا ضرورة الدافع للتحول للمدني الديمقراطي. منعا لانتهاك مبدأ أهلية الدولة من قبل عسكر الفترة الانتقالية. وقال البعض إن الشعب السوداني وجد نفسه مدانا في المحاكم الأمريكية بجرائم ليس له علاقة بها. وذنبه الوحيد أنه كان محكوما ممن يجهلون أبسط قواعد الإجراءات العدلية والقانونية. وشدد آخرون على أن صفحة جديدة تفتح اليوم. متمنين أن يستمد منها العزمة لإثبات عدم علاقة السودان بهجمات الحادي عشر من سبتمبر. ووضع مغاردون القرار في خانة الإنجاز التاريخي الذي يحسب لديبلماسية حكومة حمدوك. متمنين استثماره للانطلاق إلى الأمام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأكد ناشطون أنه حان الوقت لكي يعود السودان إلى موقعه الطبيعي بين دول العالم. وأن يفخر السودانيون بأن حكومتهم المدنية أنجزت ما أنجزته في أقل من عامين على تشكيلها. وأشهد كثيرون بالإنجازات عن المستوى الداخلي والخارجي. لكنهم أسفوا لإخفاقات في إدارة الأزمة الاقتصادية والمجلس التشريعي وهيكلة الأجهزة الأمنية. في المقابل العين على الحدود السودانية الإثيوبية بالتزامن مع زيارة الوفد الإثيوبي إلى الخرطوم لاستئناف ترسيم الحدود بين البلدين. حيث يتوقع بحث التوترات على الحدود على خلفية مقتل عسكريين وتحركات الجيش السوداني واستعادة عدد مناطق حدودية مع إثيوبيا. رأى البعض أن هذا دليل على اهتمام إثيوبيا بالموضوع متمنينا الوصول لإنهاء هذه المشكلة وتأمين الحدود وتجنب الحرب. فيما أكد مغاردون أنه في حال قرر الجيش السوداني استرداد الحدود كاملة فهذا عمل يحمد له. أما إذا كان يحارب بالوكالة عن مصر لزعزعة الأمن في إثيوبيا فهذا أمر غير مقبول. إلى هذا انطلق التغريض عبر هاشتاك كامل الدعم لقواتنا الباسلة السودانية. استغرب مغاردون لعدم مباركة انتصار الجيش السوداني واستعادة جزء من أراضيه المنزوعة منه. ويوجه آخرون التحية للقوات المتواجدة على الحدود السودانية الإثيوبية بعد أن أصبحت خالية مما سموه العصابات الدخيلة. بعد أن رفعت القوات المسلحة السودانية عالمها على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا. نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم. معودة إليك عسام. شكرا لك رشال. أهم الأخبار الأقليمية والدولية باختصار. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يجدد استعداد بلاده لمواصلة الوساطة بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات الحدود البحرية. الجيش العراقي يعلن مقتل 12 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية بمحافظة نينوى الشمالية البلاد. الحكومة السودانية تعلن استعادة الحصانة السيادية إثر موافقة الكونغرس الأمريكي. مع تلقيها منحا مالية لسداد ديون مستحقة. روسيا تعلن فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين ردا على تدابير تبناها لتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي. بعد تسميم المعارض الروسي أليكسي نفالني. اللجنة الدولية بشأن مالي التابعة للأمم المتحدة تتهم الجيش المالي بجرائم حرب ومجموعات مسلحة بجرائم ضد الإنسانية. الصين ترد بعقوبات مماثلة ضد مسؤولين أمريكيين بعد إعلان الولايات المتحدة عن قيود جديدة على التأشيرات بحق مسؤولين صينيين. مقتلوا خمسة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة أطباء في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في العاصمة الأفغانية كابل. لأكثر من عشر سنوات يعمل التركي مصطفى ساتشان في ورشته لإصلاح السيارات بالعاصمة الليبية ترابلوس. يروي ساتشان قصة قدومه من بلاده إلى ليبيا وعمله فيها منذ عشر سنوات رغم ظروف الحرب والظروف التي مر بها. وأشار إلى أن عمله يحظى بإعجاب الليبيين وأنهم يفضلون التعامل مع الأتراك نظرا لحرفيتهم وعملهم المتقن. مصطفى ساتشان يحكي قصته للمجال. مصطفى ساتشان فتحنا ورشة خاصة منه في تركيا وعملنا حتى 2010. ثم بإصرار من صديقي اشترينا التذاكرة ولم يكن هناك تأشيرة بين البلدين. وتوجهنا إلى ليبيا. في البداية كنتم مترددا بشأن إمكانية التأقلم في ليبيا لكن تأقلمنا بسرعة. الناس في ليبيا قريبون من ثقافتنا. لم يكن التكيف مع الحياة هنا صعبا. تعلمت اللغة العربية مع الوقت ومن لهجة الشارع. من عام 2010 حتى 2014 كانت جيدة بالنسبة لنا اقتصاديا. ولكن الظروف أصبحت صعبة منذ ذلك الحين. ومع بداية الحرب الأهلية في البلاد. أعوام 2014 و2019 و2020 كانت الأصعب بالنسبة لنا نظرا للحرب وأحداث العنف التي اشتدت خلال تلك الفترة. ثم جاءت أخيرا جائحة كورونا. هنا تتعرض السيارات لحوادث ضرقات أكثر من تركيا. ثم نقطعه نحن في تركيا في سنة كاملة يقطعه الليبيون في عشرين يوما. كما أن سعر البنزين رخيص جدا. نلتقي أصدقائنا الأتراك العاملين في المطاعم التي تقدم المأكلات التركية في طرابلس والعملين في البناء. في فترة ما كنا مستئين للغاية. لكننا صبرنا وفي نهاية المطاف سيأتي يوم نعود فيه إلى بلادنا. بهذا ناتي لا ختم مجالنا لهذا اليوم الذي نقشنا فيه بدأ تنفيذ اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل. سلالته كورونا الجديدة بين التطمينات والتحذيرات. رفض ألماني لطلب أثنى فرض حضر للتسليح على تركيا. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.